اشتركوا في القناة الدردشات موجودة على هذا الجهاز المشكلة دي بتحصل لما حد بيعمل لحضرتك ابلاغ لو فيه اكتر من عشر اشخاص عملوا ابلاغ عن الحساب بتاع حضرتك الحساب بيتحذر زي ما حراك شايف كده طيب الحل ايه الحل اني بضغط هنا على طلب مراجعة فبيحاولني للصفحة دي دي صفحة المراجعة بيقولي سيراجع فريق الدعم في واتساب معلومات جهازك وحسابك للتحاقق من اي نشاط يخالف شروط الخدمة وبيبقى فيه مستطيل انا بكتب فيه الرسالة دي حكتب ايه دي الصيغة وحاسبها لحضرتك في الديسكريبشن مكتوب انا لم ارسل اي رسائل مخالفة لسياسات الواتساب ولم انتهك خصوصيات اي احد من اعضاء المنتدى ارجو من سيادتكم مراجعة حسابي وحل هذه المشكلة ولكم جزيلة الشكر وبضغط على السهم لتحت سهم الرجوع وبضغط على كلمة ارسال بيقولي جاري الارسال هنا بيقولي تم ارسال طلبك تستغرق المراجعات عادة 24 ساعة سنبلغك بانتهائها من خلال واتساب لا تزال الدرتشات موجودة على هذا الجهاز لو حضرتك دخلت على الواتساب قبل الاربعة وعشرين ساعة هتلاقي الرسالة دي لسه موجودة وحتلاقي مكان المستطيل بتاع تقديم الطلب هتلاقي مستطيل تاني مكتوب فيه التحقق من حالة المراجع بعد مرور اربعة وعشرين ساعة هتلاقي حضرتك الواتساب بتاعك اتفتح بالشكلة طيب ايه السبب في المشكلة دي السبب في المشكلة دي ان فيه كذا حد ممكن يكون عمل لحضرتك ابلاغ ناس بها متفقين مع بعض عليك عايزين يفلولك الواتساب بتاعك او حد بيعمل فيك مقلب مثلا لو انت متعود على انك تعمل مقالب في الناس او حد يعمل فيك مقالب فبيحصل ايه لو مثلا فيه حساب زي كده مفتوح عندي بيضغطوا هنا على الثلاث نقط دي وبيضغط هنا على المزيد وبيضغط هنا على كلمة ابلاغ طيب بيقولك هل تود الابلاغ عن حسين جميل ستتم اعادة توجيه اخر خمس رسائل وردتك من جهة الاتصال هزيه الى اواتساب لن يتم ابلاغ جهة الاتصال هزيه بذلك وبيحصل حذر لجهة الاتصال دي ممكن طبعا انت ما تعملش حذر وتضغط على كلمة ابلاغ لو فيه اكتر من عشر اشخاص بعتوا الابلاغ ده عنك انت بيتقفل لك الواتساب بتاعك وبيجيلك الرسالة اللي احنا شفناها في اول الفيديو طبعا انت لما بتوجه الرسالة وبتقول الواتساب اني انا لم انتهي خصوصية احد ولم اتعدى على احد من اعضاء المنتدى هو فعلا بيراجع تاني على الرسال دي ولما بيلاقي انك انت فعلا لم تنتهك خصوصية احد او لم تعتدي على احد بيرجع لحضرتك الواتساب بتاعك تاني بيفتح لك الواتساب بتاعك تاني وبيرجعه زي ما كان بكده نبقى تعليمنا النهاردة ازاي نفك الحذر عن الواتساب بتاعنا في اي وقت وبمنتهى السهولة ارجو ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه لو لا حضرتكم اي استفسرات اكتبوا لي في التعليقات انا سعدنا الرد عليها شكرا لكم على حسن المتابعة اذا اعجبكم الفيديو ادعمونا بلايق ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلكم بكل بديد كان معكم حسن جميل من قناة المعرفة والسلام عليكم ورحمة الله باورك باورك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة